مجلس بلدي متهم بالتقصير وعدم القيام بأي مشروع منذ استلامه للمنصب وسط دعوات لاستقالته فورا بعد قرابة العام على استلامكم رئاسة المجلس البلدي أو رئاسة البلدية ما هي أبرز مشكلة تواجهكم اليوم اللي انتخذون الناس بشأنها مشقدرين كون بيها للأسف أنا كمواطن في هذا البلد لم أشعر أن هناك أصلاً موجود بلدية شروع مثلاً إنجاز الشوارع أكثر من سنتين ثلاثة قاعدوا فيه ومشكل البلد بالنسبة للمي تايزين تشافي المي كل شهر مرة بتيجي كل شهر مرتين الواضح أنه في غضب المواطنين على أدائكم بشكل عام هم مش بتهمونهم أنا طبعاً بحكوا أخر الشوارع مهترئة ومدمرة هل من خطة خلال عام 2018؟ إنو أنت لما بيجيك أربعة سين الفيور ومضطنة أنت تتحط في البلدين مشكلة بكمية المياه المزودة أم بالمضخات؟ الجهتين الطخط ضعيف والكمية قليلة هل تتهمون الشرطة هم بالتقصير في عرورة والمزارع؟ نوعاً ما نعم لماذا لا يقدم رئيس البلدية والمجلس البلدي استقالاتهم كتعبير عن احتجاج عن هذا الواقع؟ لماذا لا تستقلون؟ الإستقالة من هي الحل؟ هم؟ إذا كانت الإستقالة هي الحل، إنو صباحاً ما نستقل ترجمة نانسي قنقر